يواصل الترجي ماراتون المقابلات الشاقة من خلال مواجهة نجم المتلوي غدوة لحد 12 نوفمبر 2023 في البطولة التونسية وفي هالفيديو باش نشوفوا مبعضنا التشكيل المنتظر المتوقع لفريق الدم والذهب ضد نجم المتلوي في مباراة صعيبة خارج الديار الترجي المتلوي من المتوقع انه يلعب طارق ثابت بتكتيكاته وبتشكيلة هجومية قوية بعيدا عن الدفاع والرجوع الى الخلف وكذلك حصد النقاد الثلاثة الثمينة لصدارة المجموعة والبقاء دائما في المراهنة على البطولة كالعاد حيث سيبدأ بحراسة المرمى الشاب امان الله مميش ممتاز جدا في الابارادو في الرياكسيوم تاو مام قاعد يكسف الخبرة من ماتش الماتش قولوا ما شاء الله والذي اصبح ركيزة اساسية في التشكيلة في الدفاع باش نلقاو تكوينة والتوليفة ياسين مرياح اللعب الدولي واللي تم دعوته للمنتخب الوطني التونسي ليه ابناء جلال القادري كذلك محمد امين توجاي واللعب هذا تم دعوته ايضا للمنتخب الجزائري وزوز ركيز اساسية في التشكيلة الظهير الايمن والايسر في الدفاع نلقاو محمد بن علي ومحمد امين بن حميدة وباش يتم في تشكيلة خط دفاع صلب ومنظم من اجل التصدي لهجمات الفريق المنافس خاصة لهنا ان ردوا بنا من الهجمات المعاكسة فكان القوة فكان الكورة مش القوة في منطقة الاختر والدزويد وخلق الفرص والهجمات الاختيرة الغير متوقعة ولهنا بش يكون فما كيف كيف خط وسط قوي ومتوازن ومفتاح للهجوم وللانتقال للهجمة القوية يمتلك القدرة على السيطرة اول حاجة الكنترول على وسط الملعب توزيع الكورة بشكل ممتاز لهنا التكتيكات وتعليمات الكوتش مهمة بش نلقاو اتقاء الدربالي وعوتو يان ساسي وفي الهجوم بش يكون فما ثلاثة مهاجمين متميزين وهما وسامة بو جرة لحقيقة قاعد يقدم في اداة ممتاز وفي تصاعد وبارشة بارشة بارشة التوفيق ان شاء الله يا ربي بش يكمل هكا ورودريغو رودريغاز البرازيلي وكيباسو ان شاء الله رودريغاز يحسم الموقف ويجسد الفرص اللي يجيه سورتو الكنترول متاع الكورة لازم يركح فيها الحكاية هذية ويعرف كيفاش ما يتفلسفش ديراكت يحط الكورة في الشبكة ماهو الا قلب هجوم ممتاز جدا وعنده ما يظهر اكثر من هك نذكروا بتشكيلة التراجل منتظرة غدوة ان شاء الله نلقاوا ياسين مريح محمد امين توجاي الا ظاهرين الايسر والايمن محمد بن علي ومحمد امين بن حبيدة في الحراسة المرمة بتبع امان الله مميش وفي الوسط نلقاوا الا تقا والدربالي وينصاسي وفي الهجوم فما ثلاثي متميزوا سامة بوغيرا رودريغو رودريغاز وكيباسوي وفي اتار الجولة العاشرة من الربط المحترفة الاولى في مرحلتها عينت اللجنة الوطنية للتحكيم الحكم هدوى امير العياد لادارة المواجهة بمساعدة كل من وليد مولي وناجح بن عويشة فيما بيش يكون امين فجير حكم رابع وانذكروا انه تم تخصيص الف تذكرة فقط لجماهير نجم المتلوي بيش يحضروا الماتش في المقابل قررت ادارة المتلوي منح عشر دعوات فقط لادارة الترجي من اجل توزيحها على احباء الفريق ختاما نذكروا انه مدرب المنتخب الجزائري جمال بالماضي عمل قايمة للعب المنتخب المعنيين بجولة تصفيات كأس العالم الفين وستة وعشرين وعرفت مشاركة امين توغاي وادراجه في المنتخب الجزائري كما زاد بيش نلقاه في المنتخب التونسي اسم الدولي يسين مرياح كذلك غيث الوهابي وفيليستاسيون مرة اخرى للترجي وعدد المشتركين لزابون مو اللي قاعدين يمشيوا ويزيدوا والحمد لله 15000 مشترك يتجاوزوا في الموسم هذي 23-24 الترجي اللي اكد منذ الاسبوع اللي فات تحيين وتحسين عدد الاشتراكات الموسمية من 14000 ل15000 واكثر حاليا يشار انه الترجي نوه في بلاغ رسمي وعملية البيع متواصلة من 10 متع صباح للستة متع العشية مساء بالحديقة وبالطبيعة ما تبخلوش علينا باك السبسكرايب واك اللايك واك الكومنتار المزيان اقتراحاتكم نقطكم كذلك اعطيونا رأيكم في التشكيلة وتوقعتكم لألا نتيجة المباراة هدوة بالنسبة لي نقول 3 واحد ان شاء الله للترجي بيانسوروا 3 نقاط وانذكروا بحاجة اخرى انه فما قنوات اخرى تنجموا تتبعها بيش تدعمونا لماكسيموم لماكسيموم مكشخ نيوز ولا لهنا صفوان لاويان ولا بقالة الحكايات مغامرات قصة الصفازات كان عجبكم الكونسيب تقولونا خلينا نكملوا فيه ونسجلوا اكثر وننتجوا فيه ونوصلوا ان شاء الله القناة تذيك الالفابوني اشتركوا في القناة